تم إطلاق حملة إيد واحدة في محافظة الأقصر بهدف تقديم الخدمات الأساسية للفئة المستهدفة شهدت الحملة توزيع مواد غذائية في قرية الحبيل بالمحافظة وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التواعية لمواجهة تحديات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الأساسية للفئة المستهدفة أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة إيد وحدة بمحافظة الأقصر بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري بهدف تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف مليون أسرى من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء الجمهورية بدأنا إن شاء الله بمية كالتونة نوزحها في قارة الحبال وزعنا أمبارح 70 شنطة غذائية في مركز القرنة وفي مركز أرمانت ووزعنا الأسبوع اللي فات 150 كيلو لحوم في أربع قرى في مركز لوكسورو وفي مركز الزنية وفي مركز إسنا وفي مركز القرنة فعاليات اليوم الأول للحملة شهدت تعبئة مئات الكراتين بالمواد الغذائية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً وذلك في قرية الحبيل حيث تشمل المبادرة مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدي وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية هدف المبادرة أن نساعد أهلنا ونقدم لهم الخدمات والبرامج الدعم المادي والمعنوي وخدمات التوعية في مركز لوكسور وقرية الحبيل نحن النهاردة موجودين على مستوى الجمهورية مبادرة إيد وحدة تستند على أكثر من محور بدءاً من الدعم الغذائي وصولاً للدعم الصحي والدعم النقدي وتأتي هذه الحملة في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار التعاون كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لتعزيز الجهود التنموية وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً